السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كاميل اسمه هايجين سيساعدك من تعمل الفيديوهات كثيرة إن شاء الله. وترسل جدا انه بسيطة. طيب قلنا نقل لوجد ستارت. فهو يقل لنا لوج إن مجتمع الحساب بتاعك على جوجل. زي ما نشايف هو فيه تيمبليت كثيرة جدا. وممكن تقول له مثلا نعيز اخد اي تيمبليت في وابدأ الشغل على اليوم. تمام او ممكن تبدأ انت ترفع صورة وتخلي الكلام بيها. طيب انا قلت له عايز تيمبليت. اختار بقى التيمبليت اللي انت عايزه واللي يكون مثلا من اختارنا دوت. تمام هتبقى حاجة بشكل دوت. use this تيمبليت. هي كل فكرة ان انت هتكتر الكلام او هتكتب له الكلام اللي انت عايز ان هو يقوله. تمام وعن الشخصية اللي انت عايزة ممكن الشخصية دي او تغير الشخصية اللي انت حيب له. طيب احنا بقى قدينا مثلا الشغل ده. الراجل ده انت عايز تغيره. ممكن تختار ده يبقى مكانه. تمام او خلص تغير. تمام الصورة دي تبدأ تشوف صورة تانية وتعمل لها replace. مجرد بس ايه تسحب الصورة وتبدأ انت تبدلها. تكست نفسه تقدر ان تتغيره. اهو. يعني ممكن بقى ايه مثلا تشير الكلمة دي وتكتب اي كلمة انت عايزها. وتظهر معك في الفيديو. تمام فسهل جدا ان تبدأ كله. بيرجينج يوز تقدر ان انت تغيرها باي كلمة انت عايزها. فمجرد سهل جدا وقصيت. الايه لمن تقدر تضيف ايه لمن تقدر ان انت تدله الحركة اللي انت عايزها. دي الشخصيات اللي احنا شفناها. التمبيريت تقدر تختار تمبيريت تاني. تقدر من هنا تزود تمبيريت اخر. يعني بعد ما الفيديو ده يخلص مثلا يبدأ ايه الفيديو تاني هو اللي بقى شغيل. بالشكل ده هي يخلص الفيديو ده. نروح دافل في الفيديو ده. وده نفس الفكرة. هتلاقي جزء افطار. ممكن ترفع انت صورة معينة. وتبدأ انت تشغل بيها. بقى هو دي الشخصيات اللي موجودة. والتيكست كله تبدأ ان انت تعدل فيه. يعني هتعمل شغله بسيط جدا. وفي الاخر هتطلع لك فيديو قيم جدا. ليه لانه معتمد على التمبيريت. كمان بعد ما اتغير الصور وبتقوله شغل. لما بيبدأ تعمل الفيديو بيبدأ ان هو يخليك الواجه بيتحرك مع الكلام. طبعا الصوت بقى ممكن انت تكتب تكست. او ترفع ملف الصوت من عمدك. او تبدأ انت تسجل حاجه بصوتك انت. فبيديك الممكنات كواسة جدا. عشان تقدر تعمل الفيديو. زي ما انت عايز. تباك اتقول له صمت. ويبدأ ان هو يعمل لك الفيديو.